السلام عليكم ورحمة الله. كديرين بخير. لبس عليكم. مرحبا بكم متتابعات عالم ولا قناة شافوهم ادم سعيد. مرحبا بكم فيديو جديد. تلبية اللي طالبكم وطالب واحد الاخت اللي يومها نقدم لكم بضبط مع مر كيفاش تخدموه كطلبية وكيفاش تخدموه لديوكم. اه بكل اسرار دياله اكيد باش ينجح لكم. كنتمنى الفيديو ديال يوم يعجبكم ما تنسوش انكم تديروا جامعة فاكم هي اول حاجة لي جام باش يستفدوا منه الناس العيالات كاملين وكذلك اللي ما زال ما مشتاركش مرحبا بي في القناة. بسم الله غادي نبدأ. مهم بالنسبة المكونات ولا المقادير انا كنستعمل فيه مصف ديال الفورس والنصف ديال القمح كما كان. صافوا الفينو ولا هذا الفينو ولا الكمبلي. لك هنا درت ربعة ديال كيسان ديال الفورس وغندير معهم ربعة الكيسان الفينو. انا هنا غادي نقسم غادي نجوش كيسان الفينو وجوش كيسان الكومبي لك يتم التدير بهuje فكل الفورس لكن في الكبلي وفي الكيل Court كما شدرت 4 كيسان الطحين و 3 كيسان فينو و 3 كيسان كومبلي بالنسبة لنا الحاجة الليولي نوصيكم عليها الخميرة ما تكونش كثيرة لبنات الخميرة راس ديال المعالقة كما شتوني درت ما تكتروش الخميرة بزاف تقريبا ما كاملة 4 معالقة كبيرة 4 معالقة كبيرة ديال الخميرة مع شوية ديال الملحة لانا هاد الخبز ما كيبغيش يخمر بزاف بالعكس انا بعد المرة تقع ما كان ديرش فيه على الخميرة كيعجبني هكا كبوش يجرقيق و كيتنفخ هنا درت ليكم شوية يعني باش تتعرفوا بليرا كيدار فيه وخة شوية فانا كما شو بالنسبة للكيس الماء غادي نحتاجوا ليه 1-3 كيسان و 4 ديال الماء 3-3 كؤوس و 4 عبروا بنفس الكاس كنسهلها عليكم بالكيسان بغيتكم باش كل شي يطبق الطريقة نفس الكاس اللي عبرتوا به الطحين عبروا به الماء اربعات الكيسان اربع اربعات الكيسان اربع كل كاس كتسولوا نيش حال كيهز هاد الكاس عندي الماء كيهز فيه ميتين اه ميتين جرام الماء كيهز فيه ميتين جرام الماء ولا زيت اي حاجة سائلة و بالنسبة لشي حاجة بحال دقيق تقريبا كيكون 170-180 قرام تقريبا فهنا كمشتو كنجمعوا العجينة ديالنا مزيان والحاجة التانية ان انا كنحاولوا ندلكوها دلكوها مزيان سوى بيديكم سوى بهذا بالعجانة وهي العجينة ما كتبغيش تجي جارية كتبغيش تجي شاد دفراسها شاد دفراسها باش تعاونكم باش تجمعوا الخالط ديالكم باش تجمعوا اه تجمع فيها الحشوة ديالها الداخل هادي ثاني حاجة غنقول لكم بعد الخميرة ديرو شوية ديال الخميرة متكتروهاش بزاف ومن بعد العجينة ديالكم جي شاد داك شوش عطيتكم العبار انا يا بالكاس لديال ما لديال الطحين غادي نغطيها دا بانساء الله بينما حضرت الحشوة ديالي باش غادي ان شاء الله هادي يلا الخمور يالي كتخمر سافي ما كتخمر شاري الجمرات نخلي العجينة ديالي نجمعوا مواعناتي داره لي خاصتنا نحيضهم باش ننقصهم وليز كان ديال هذه القضية دي يعني الحاجة اللي خدمت فاتنا نحيضها باش ننقص علي المواعن فانا كماشتو غادي ندوزوا باش نقادوا الحشوة ديالنا اللي غادي دوريكم كيفاش كدار الحشوة الأصلية ديال هاد البطبط معمر احنا في الاصل زيانة والسحرة كيفاش كنديروا ليها اه كيفاش كنديروا الخبز باش كنعمرو غادي نوريكم الطريقة الصحيحة جدا فانا كماشتو غادي ناخد الخضرات ديالي غادي ناخد لبصلة والفلفلة حلوة وكيبدار فيه احتخزو او للجازر غير انا ما عنديش ليوما الجازر صافي وعرفتوني انا يا باش مكان سنقضي ما عنديش مشكل وما كما كتليكم الجازر كيجي فيها الخضر كتجي فيها بنينة اه هو الخضر الاساسية اللي كتكون فيها الجازر البصل والفلفلة هادو كنتحنوهم واهم حاجة نتحنوهم مزيان ولن تكتكوهم بالدينة مزيان انا كنفضل لي الدين الصراحة والقرادة ديالليد كتك تك 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 مزيان ما كتميهش ليكم الخضرات من بعد هذه الحاجة الثالثة اللي قتليكم ان الخضرات تكون رقيقة 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 والحاجة الرابعة انكم تعصروا الخضرات ديالكم من الماء مستحيل ان البطبوط تخليوا الخضرات فيها الماء وما تخرش ليكم الحشوه وما يتميهش ليكم البطبوط ضروري تعصروها من بعد ما كنتحنها هنا كمشتو كنديرها في صفايا نيشان باش كي تسقطر لي داك الماء وما زال غنورك عليها بيدي نورك عليها مزيان في ديك الصفايا باش كي تحيد الماء باش ما تحيد ليكم الماء باش ما نشفات الحشوه باش ما يصدق ليكم الخبز ديالكم سافي لكمشتو الخضرات ديالي ها هي درت الفلفلة درت البصلة وغندير شوية القصبر والمعدنوس حتى اوتي يجي فيها زوين وغادي نصفي كل شي المكونات ديالي نصفيهم من داك الماء كان عودر كان نركز على الماء بزاف لانه الماء وليك يخرج ليكم الشي قاعد الحويش قاعد اذكرت ليكم تقدروا تناسا وعلى شي وحدا فيهم يصدق ليكم يصدق ليكم البطبوط لكن انكم متعصروش للماء ديال الخضرات عمر البطبوط ديالكم ما غادي يصدق ليكم سافي هنا كمشتو سافي كملت الطحين ديال الخضرات ديالي غادي نعصرها كما قلت لكم زيان من الماء وغادي ندوز ان شاء الله باش نبدو التحضير ديال بطبوط نعمروه وتشوفوا الطريقة باش كنعمروه تشوفوا الطريقة باش كنعمروه تريقة سهلة واي وحدا فيكم تديرها الاعشاب المناسبة اللي كانطلوب يعني اي اخت كديرها كطلبية يجب أن تصيب الأعشاب بمناسبة والبصل الجاف تصيبهم بكمية كثيرة وتبقى تخدم بهم للناس أي حاجة للحشوة سواء بريوات معمرين سواء بطبط بالشحمة أي حاجة تديرها هذه عندي شحمة مدوبة مع الزيت شديت شحمة دوبتها مع الزيت وكنديرها في قريعة هاكا تجيب مزيانة حتى الناس اللي ما كياكلوا شديك الشحمة ما تبغوش يحسوا بها في الخبز فهذه ديبة تجيب حل الزيت يعني ما تتبانش نهائيا هادي دوبوها وخلطوا مع الزيت ودراف قريعة كتجمد صافي الراس هاكا نخلي عبلا تلاجة هادي راغة مع العطرية وخدموا بها درت شوية الزيت لعود كذلك وكما قلت لكم كان نصحكم أنكم توجدوا الأعشاب المناسمة را تلقوها في القناة ديالي الأعشاب المناسمة وكذلك حتى البصل الجاف ساهل تلقوه في القناة ديالي اللي بغت شو وصفة ديالي تكتبها وتبعها شيف أم آدم سعيد مثلا البصل الجاف شيف أم آدم سعيد غادي تطلع ليها سوف ينخلط المكونات ديالي مزيان 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 إلا شفت شي حاجة مما بقى غلايدة ولا مطحناتش نحاول أنا نحيي ده ما نخليهاش لأنها غا تخرج لي في الخبز وغادي تحلي الخبز وغادي يخسر فهنا كماش شوك نخلي واحد شوية ما نخلي واشا التخمار ولا نهائيا وغادي مدون ونجده في الكورة ديالنا نورمال البطبوط ديال الليدام العادي كيكون فيه 150-160 جرام اللي بغا تتعبر 150-160 جرام فأنا غادي نقطع هنا بشكل عشوائي أنا غارفة يعني عيني ميزاني غادي نقطع على تقريبا سبعة ديال القطع اللي غادي تجيني في هاد الخاليط هذا غادي نديرهم كويرات صغار وغادي نبدأ الحشوة ديالهم إن شاء الله صافي هناين بعد ما كملت كان ناخد أول كورة تنبسطها بيديم زيان هكا ودي شكل دائري ومن بعد غادي ناخد الحشوة ديالي غادي ندير تقريبا جوج معالق معامرين شو لملعقة ونص عامرة جوج معالق معامرين نحاولو ما نعمروش الى عمرته تاني الحاجة الخامسة اللي غا نقول لكم السر الخامس الى عمرته الخبز كثير من حده سوف تخرج لكم الحشوة حيث لا يمكن اي حاجة عند واحد طاقة اللي كتستوعبها لا يمكن انكثروا عليها فالخبز كذلك اللي بيتو سوف تعمروا فيه سوف تخرج لكم سوف تخرج الحشوة لانه عامر لانه اخذ كثير من جهده ديروا شوية ديال الحشوة وسترحوها فيه مزيان سوف يحتسب لكم العجينة تغطت سوف اجمعوا القورة بشكل عادي كما قلت لكم ضروري ضروري ان الحشوة لا تكتروا سوف يكملوا بعد مكان الحشوة نحاول نجمعها سوف نبسطها بعد مكان نجمعها 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 ووضعها بينما كملت الحشوة كاملين سوف نبسط في العجين بعد المرات نجمعها كاملين نجمعها نجمعها ونجمعها نغطيها ودخلها نقرصها يدعونه بالطريقة يمكنك التقرير بالمقلة يجب أن تكون ملفة هذه هي طريقة جيدة يجب على خبز واعر 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 و يجب أن تقرسونه يجب أن تخرج لكم كالتفادا سوف نكمل الحشوة سوف نبسط العجين غير بالمهل و غير بالقياس ومن بعد سوف نضيف اعود بشكل مستكلم المستكلم نبسط المسكلم و بعد ذلك المقلة سوف ننطير نزيف المقلة ه . الغلائلة سوف نبسط اعجين حاولوا انكم تحركوهما بين كل شوية وشوية حاولوا تحركو الخبزة ديالكم مليك اتبال لكم تنفخات اه كتقلبوها انا هنا غنسخن قاتاي من السوس دراري كانت وارس بيوانا كان طيب شوفوا ملي كيبرو لكم بدات كتنفخ لكم الخبزة صافي عرفوها الخبز يالكم را ناجح 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 مياه في المياه هنا كنقلبوها ونحاول البودرة ما تكونش ناقصة بزاف وما تكونش مجادة تكون بين وبين بتقتلوها شبزاف سافي وكم بدون طيبو في الخبز هكا ونحركو نحركو من هنا ومن هنا اه باش كتتحرك لنا الخبز وكتحاول انها تنفخ كاملة وكتجين فتوحة من الواسط اه شوفوا من بعد ما طاب الخبز كيفاش كي يجي اه صراحة الخبز كي يجي زوين وبالاخر كما قلت لكم نصحتكم بدوك الاعشاب واللباسة لحاولوا انكم تقدوم في المنزل ديالكم لاناني بغيتكم تخدمو شي حاجة اللي زوينه بغيتكم تديرو تلداركم شي حاجة اللي هي زوينه حتى نسالي البطبط الجالي كامل ونطلقوا ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي جاله كيفاش كي يجي من الداخل وهنا البلاس مبعد ما كم بانتكي ما كتشوفوا الخبز كي يجي زوينه شوفوا را مش بالضرورة انه ميكون شبع محلوره وضرورة شوية علشني الجمال يجي البطبط الجالي شحمه وانه هاتشي كي يبال في هكا فجناب و هكا خال حاجة المهمة هو انه خاص يكون منفوخ فهمتوني هاتشي مهم اما ما تبقى يكون منفوخ و تكون البنا حاولوا حاولوا هاتشي كي تخدم لكم موض ما تعقلش بتاخد البصلة و تحاول انها تصيبها هكا و تديرها تشمش باش تصيب الكرمة الجافة البصلة الجافة ستزيد واحد المضاق فن لها البطبط هذا تصيب كذلك الاعشاب المناسمة اللي يحط في القناة ديالي اللي غنا نعود مازال نحطوهم لكم باش تشوفوهم نعود ان تلي شارجية الفيديو نحطو لكم باش تساعدوا منهم را هم غزالين كي اعتووا واحد اللد و واحد المضاق لها البطبطة ديالي شحمة ما نعودش لكم يعني اشي حافزوينها كي تخلي الكليان يعود ارجعليك بس هارفي هذا الشيري كاين غادي نوريكم بصيد و نريكم كيف يجي محمول من الداخل كيف يتي فحكو لكم بقناة؟ فحكو لكم هي خبزة فحكو لكم كيف يينبو six كيف يكوال خبزة حيث freakin و ارى الخبز ان ترى الخبز الان يكون حافزة شوفوا كيف يكون حافزة و ترجع المنطقة و أهم شيء بحيد فهي يكون حافظة اضافة اضافة لا تقوم بسيطة ان تقوم بسيطة لا تقوم بسيطة تسمى الخوز يبقى الخبز يجد عامر ليوم جيد رغم انشاء الله سوف ينجح معكم و أتمنى الأخذ الذين طلبتوا لي في اليوم الأسبوع الذي فات و هذا الأسبوع لم أقلت تلبت لي الخبز عامر سمحوا لي أحد تعطرت عليك و هذا الشركة السلام عليكم شكرا